جلت الأهرام قالت الأهلي يتقدم للمركز العاشر في جدول الدوري نجح في تحويل تأخره إلى فوز مستحق على الجونة 2-1 والمساء قالت الأهلي عد الخطر وهو كلمة مستحق دي أهم حاجة في الموضوع بالزبط الناس تشعر أن الأهلي كان يفوز في هذه الموضوع أنت قلت لي حاجة وأنت خوف زحلاتي بتتفرجش مع شعار بالك في مدة خونتيني بتتفرج مع الجو البارد قلت لي أن كان عندك مشاعر ثقة وأنت بتتفرج في الموضوع دي شكل الأداء مع الروح العالية كانت واضحة جدا أنا شايف أن أكثر حاجة تعبت الأهلي الفترة اللي فاتت السقة ما كانتش موجودة كل الأخطاء اللي كانت موجودة في الملعب كانت أخطاء ثقة لكن لما بدأت الناس تاخد أكسجين شوية بدأت الثقة ترجع شوية بدأت الكل يحس أنه لا فيه مسئولية بدأ الشكل الفني من وجهة نظري في شكل أداء الأهلي بالاعتماد على لعب صانع اللعب بيتحكم في إقاع اللعب رجع الأهلي للشكل الطبيعي الجيد بتاعه مع بعض التفوقات زي لبعض العناصر معسرين جدا في الملعب بدأت الناس تشعر بالاطمئنان أنت متأخر بهدف لكن عندك إيجابية عالية جدا زادت بمشاركة وليد سليمان لا شك أطفى خطورة حقيقية في كل لمسة وكل باص بيعمله له تأثير في شكل وليد مش بس جابه جون من الكورنر جون الفوز لا كمان الباص اللي عمله من الأول كورة اللي عملها المروان محسن وليد اللي عملها أستاذ أبراهيم اللي كما تشوف تحركات وليد والمجهود اللي بيعمله والحماس اللي بيلعب بيه والروح اللي بيلعب بيها لا هو طبعا بيصدر طاقة جمال جماله عالية جدا كمية حركة وجدية يعني نموذج للإنسان الملتزم المتفاني طب والمثل أهلي عدى الخطر رغم المطر الخطر كل مباراة في المؤجلات هي خطر لازم أن نعمل لها كل الحساب كل التركيز لغاية لما نكتازها الأحمر حول ترب هاتم الفوز 2 واحد سليمان قلب الموازين في الشوت الثاني واختراق الدفاعات أبناء صدقي بالإشارة لكابتن حمد صدقي في أول مباراة تولى فيها الجونة الأخبار المسائي خاتم سليمان ينقذ الشياطين في التأكيد على دور الحاوي الأهل يحول تأخره إلى فوز بهدفين على الجونة ويستمر في حصد النقاط موقع يلا كورة الأهل ينقذ نفسه هو يحول تأخره ويثير على الجونة في الدوري وموقع في الجول كلمة السر في قدم وليد سليمان الأهل يحبط مفاجأة الجونة ويقفل سبع مراكز في الدوري التحليلات الفنية رصدت أسباب هذا التحول ودور السقة في استعادة الأهل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر